لذلك أركز على المحروقات في الأول المحروقات الجانب الأول هو السعر الذي يندبع سعر غير عادل وغير مقبول ماذا تنقصد؟ تنقصد بأنه وهذا المطروح ليس غير في المغرب إذا تبعت الخطاب جو بايدن على الحالة الولايات المتحدة الأمريكية يتكلم بأنه شركة المحروقات حققت في العالم مئتين مليار دولار وهذه أكبر ليبرالية في العالم وأكبر نفتاح في العالم وقال هذا شيء غير مقبول وأنا تنطالب باش نضربه فربعة باش نضربه فربعة الضربة على إعادة بيع الأسهم لأن وغسنا هذه القضية اللي شرت لها قبيلة أنا أخفيكم أنا تبعت نقشة قانون المالية وفهمت شوية هذه القضية تخفيض الرسم من المنبع للتوزيع الأرباح تخفيضهم من 15 إلى 10 فهمت شوية ولكن من خطبه زيت فهمت لأنه هذا تشجيع معنى ما هي تنوجد المؤسسات يحقق أرباح كبيرة ويوزع الأرباح فهذا تنوجدهم 15 إلى 10 بكل وقاحة بكل وقاحة لأن هذه الشركات ستحقق الأرباح كان من باب أولى وهذا هو الإجراء اللي هو اللي تنقلنا من باب أولى أن تخفض هامشة ربحيهات القائيا من باب المواطنة الضريبية والمواطنة البسيطة لماذا؟ لأن تربح درهام أو تربح جوج درهام أو تربح ثلاثة درهام في الأيام العادية منين تكون ماطيشة بربعة أو بجوج أو إلى آخره ولكن في هذه الظروف ليس مسموحا لك أن تحافظ على نفس هامش الربح في واحد المادة اللي هي حيوية وبالتالي خص الحكومة مرة أخرى كما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية وهي اللي علمتنا الليبرالية وكما ضغطت بريطانيا وهي حليفتها في الليبرالية وكما ضغطت فرنسا على الشركات المحروقات التي تدعي الرؤساء أن تخفض هامشة ربحيه هذا الأول وكاين هامش وأنا مرة أخرى تنقول السيدة وزيرة التقاء التي قالت ليس من اختصاصي وهذه مصيبة هي اللي جات في فبراير 2022 جابت جدول إذا لم تكن من اختصاصك أجل تدخلك لهذا يأتي القدام اللجنة برلمانية محترمة في اجتماع رسمي داخل مؤسسة ويأتي دولتها تقول ما سيكون بالدولار تون؟ الفرق لا يوجد دولت السيدة الوزيرة وما يوجدون الآن تقريباً جوج درهم إذن نحن ما تنقول لي هاش تحييت جوج درهم تقسم معنا غي درهم الثانية هو الاستثمار ما توفر من هذه المحروقات الميزانية الدولة وفرت الكثير من قطع المحروقات سواء من حيث الإصلاح المقصة وذلك اللي استرجعت من الدعم أو كذلك ما جاءها من ضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي على الاستهلاك نحن لا نقول لها جاء تعديل تقول ليها وقفي ما وقفتش تخفف به على المواطنين عبر الدعم المباشر اللي هو ما متع للحزب الرئيس الحكومة اللي هو ليبرالية متوحشة وبدون قوانين لأن الليبرالية على برارة عندها القوانين وتراعي القوانين وبالتالي هذا الاستثمار ديال هاتش اللي جاء اللي كاين في الميزانية ينبغي استثماره إذن هذا اللقطة اللولة ديال المحروق ومتنسوش تابونا معانا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي